كما أكد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة جدة على أن الإرهاب يظل تحدياً رئيسياً عانت منه الدول العربية على مدار عدة عقود كما جدد الرئيس السيسي التزام مصر بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بكافة أشكاله وصوره بهدف القضاء على جميع تنظيماته والميليشيات المسلحة المنتشرة في عدة بقاع من عالمنا العربي رابعاً يظل الإرهاب تحدياً رئيسياً عانت منه الدول العربية على مدار عدة عقود ولذا فإننا نجدد التزامنا بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بكافة أشكاله وصوره بهدف القضاء على جميع تنظيماته والميليشيات المسلحة المنتشرة في عدة بقاع من عالمنا العربي والتي تحظى برعاية بعض القوى الخارجية لخدمة أجنداتها الهدامة وترفع السلاح لتحقيق مكاسب سياسية ومادية وتعيق تطبيق التسويات والمصالحات الوطنية وتحول دون إنفاذ إرادة الشعوب في بعض الأقطار بل وتطورت قدرتها لتنفذ عمليات عابرة للحدود وأشدد في هذا السياق على أنه لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة وأن على دعميها ممن وفروا لهم المأوى والمال والسلاح والتدريب وسمحوا بنقل العناصر الإرهابية من موقع إلى آخر أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة وأن يدركه بشكل لا لفس فيه أنه لا تهون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء وأننا سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل ترجمة نانسي قنقر